رئيس جامعة النجاح في نابلس رامي الحمد الله هو الشخصية الفلسطينية التي كلفها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل حكومة جديدة وذلك قبيل ساعات من انتهاء المدة القانونية التي فرضتها استقالة سلام فياض في الآن نفسه أعلن الرئيس الفلسطيني تمسكه باتفاقية المصالح الموقع في القاهرة والدوحة بين حركتي فتح وحماس بهدف إنشاء حكومة توافق وطني يفترض أن تكون برئاسته أما حماس فقد اعتبرت أن الخطوة تقوذ جهود المصالحة حكومة عبارة عن استنساخ لتجارب سابقة وتشكيلات قام بها سيد محمود عباس على مدار سنوات القسام ولكن في النهاية لن تحول المشكلة ولن تحقق الوحدة لشعبنا الفلسطيني كونها لم تعرض على المجلس التشريعي فهي غير قانونية وغير شرعية وكونها لم تشارك فيها مكونات الشعب الفلسطيني موجب اتفاق الدوحة للان القاهرة وكان الرئيس الفلسطيني التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعف القاهرة بداية العام الحالي بهدف الدفع بجهود المصالحة قدما بين الجانبين لكن لم يتمخض عن ذلك التوافق اشتركوا في القناة